الام هي الشخص الوحيد اللي في حياتك اللي مش محتاج منك اي حاجة في سبيل ان يشوفك اسعد واحد في الدنيا واللي هتندم ندم عمرك في يوم من الايام لو بعدت عنه الام مش بتتعود وده اللي هتحسه لما تبعد عنها بتبتدى تتعامل مع اقرب الناس ليك اللي كنت دايما بتهتم بيهم اكتر من امك وكان هم ليهم لأولويات حياتك وامك لأ ساعتها بس هتتفاجئ من حجم الغضب اللي هتعانيه وهتعرف وتتأكد ان حسابتك كلها كانت غلط وان امك لازم والمفروض انها كانت تكون تاجة على راسك ولها هي الاولوية في حياتك الام نعمة كبيرة جدا اللي امه لسه نفسها في الدنيا ده يعتبر كذبان كتير جدا اكسب منها لأخرتك على قد ما تقدر بر وخير ورحمة ويردت روحت وبس ايديها وصدقني لو امك راحت منك فجأة هتتمنى تشوفها بس في حال علشان تشبع منها وتملع عينك بيها وعرف ان الام هي النجاة هي النجاة اللي ليك موجودة في الحياة وبرك وعرف ان هي بابك بابك عشان تدخل الجنة بيقولوا النهاردة يومك وعيدك يا ام بس انا بقولهم ان كل يوم هو يومك وهم غلطانين قوي في كده لان يوم واحد مش كفاية عليك وما يكفيش انه عبر فيه عن حبي في اليك وامتنانة وتقديرة كل سنة وكل ام طيبة اللهم من كانت له ام ميتة فارحمها ومن كانت له ام مريضة فاشفيها ومن كانت امه بجانبه فاحفظه لها ومن كانت امه بعيدة عنه فقربها له اللهم امين يا رب العالمين كل سنة وكل ام مصرية بخير وسحة وسعادة وكل سنة وانت طيبة يا امي ويا رب كده ما يحرمني منك طبعا كل سنة وانت طيبة يا ممتي حماتي ربنا يخليك لي يا رب كده ويديمك في قرسنا طبعا حبيت اوجه لكم الرسالة دي كده رسالة بسيطة اه ما جبتش هدايا ما عملتش فيديو بس كل اللي عايز اقوله ربنا يخلكوا لي يا رب وما يحرمني منكم ابدا كيفية دعاكم لي هو اللي بقدر عيش بي وكمل بحياتي اه سامحوني لو ما قدرتش اعمل فيديو هدايا او انزلكوا حاجة بس حبيت اطلع اقول لكم كل سنة وكل ام مصرية كل سنة وام بخير وصحة وسعادة كل سنة وحماتي بخير وسحة وسعادة كل سنة وكل ام مصرية في العالم طيبة يا رب كده وبخير وسحة وسعادة وطبعا يوم واحد مش كفاية ان احنا نشكر في امهاتنا ونجيب لهم هدايا اصبكم في رعاية الله وحفظي مع السلامة اشتركوا في القناة